أكيد كله تحت الدراسة والتحليل ودايما نتعودنا من إدارة النادي الأهلي أن ردود أفعالها مقدرة ومرسومة ومدروسة بدقة عالية جدا والأكيد اللي ماعتقد نحن متفقين عليه أنه الأهلي في حاجة إلى تجديد دماء وهذا ليس تقليلا من الأسماء اللي موجودة الأسماء اللي موجودة وعدت وأوفت وفي تقديل الشخصي برضو دي وجهة نظر شخصية ممكن حضرتك تتفق أو تختلف معاه أنه فيه كتير من اللاعبين حققوا للأهلي أكتر بكتير جدا من إمكانياته هذا الجيل حقق للنادي الأهلي أقل أعلى بكتير جدا من إمكانياته وأعلى بكتير جدا من اللي مطلوب منه وبتهيأ لي أنه تيشرت النادي الأهلي كانت سبب أصيل في تحقيق الجيل ده لعدد كبير جدا من اللاعبين لكن لو بنتكلم على كوالتي فأنا أعتقد أنه الأهلي فيه حاجة إلى ثورة الفوارق بيننا وبين منافسنا على مستوى مصر وعلى مستوى إفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي طول عمرها كبيرة الفوارق دي دائت لأسباب خارجة عن قراط اللاعبين ده من الظلم ولا تجني الحقيقة على قيمة النجوم اللي موجودة في النادي الأهلي لكن الحقيقة هم كمان بيدفعوا فطورة صعبة جدا هما ما كانوش ليهم يد فيها وفي النهاية عندنا هدف وأنا بقول حتى حتى وإن نجحنا وأعتقد أنه الأهلي وفتكروا الكلام ده كويس قوي أنا بقول لكم أنه فرص النادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة دي وفي ظل الكاب واللي احنا بنمر بيها دي فرص النادي الأهلي أنا ما زلت عند رأي فرص النادي الأهلي في تحقيق لقب الدوري على حساب الزمالك ما زالت أكبر والأيام بيننا وفتكروا الكلام ده كويس جدا فإنت في حاجة ماسة أنك أنت تعد المصار على مرحلتين وأعتقد أنه إدارة النادي الأهلي مدركة لده كويس جدا وكابتن محمود الخطيب حط الده قدام عينه ويمكن ردود الأفعال اللي حصلت في الـ 48 ساعة الأخيرة بتقول ده وبتأكد على معاني الكلام اللي أنا بكلم حضراتكم فيها إحنا في حاجة ماسة إلى تصحيح مصار على مستوين نلحق نفسنا بداية من بكرة قدام الجونا وأعتقد إن شاء الله بإذن الله أنه المتبقي من مباريات النادي الأهلي حتى وإحنا بنمر بالهزة العنيفة دي قادرين نحسيمها قادرين نحسيمها لصالحنا والباقي مش بتاعنا ده اللي مطلوب من لعبة النادي الأهلي النهاردة وده اللي هيحاسبكم عليه الجمهور والإدارة النادي الأهلي في نهاية الموسم كل واحد محتاج يرجع حساباته كل واحد محتاج يشتغل على نفسه في النهاية أنت مش لابس تيشرت النادي الأهلي أنت لابس تيشرت النادي الأهلي وفي وياها 80-90 مليون واحد وقفين في ظهر النادي فانيلا تقيلة جدا 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 والأهم من ده هو النظرة على الموسم القادر وكوالة اللاعبين للنادي الأهلي محتاجهم اللي في ظن يمكن أنا كلمت مع كثير من المحللين هنا في وضيفنا في السادسة نحن نتكلم الحقيقة في 7 أو 8 مراكز محتاجة لدعم بلعيب ميجا ستار كل الأسماء اللي طرحت في الفترة الأخيرة على صفقات أو مفاوضات أو حضرتكم تبعتوها على السوشال ميديا طبعا فيه جزء منها لا أساسها له من الصحة لكن حتى أنا بتكلم بجمهور النادي الأهلي كوالة اللاعبة اللي محتاجها النادي الأهلي كوالة اللاعبة مش موجودة في مصر تبتكلم على فريق طموحات طموحاته طموحات إدارته طموحات جماهينه النهاردة بقت بتدور على مركز أفضل في بطولة كاسة العالم الأندية وانت بتلعب مع الريال وانت بتلعب مع بارو وانت بتلعب مع تشيلسي وانت بتلعب مع بلمرس أو أي بطل من أبطل أو حتى مع الهلال السعودي أو الدحيل القطري أنت النهاردة بتروح البطولة مش هتبقى راضي بالميداليا البرونز جمهورنا دي الأهلي بيحلم النهاردة شوف فرقته في المباراة النهائية فالكواليتي اللي موجودة أنا مش محتاج مع كامل التأدير أنا بباللتش محبش أقلل من أي حد لها محليا إذا كنا بالنفس مثلا الزماليكو بيرميدز ولا أفريقيا إذا كنا بالنفس الترجي والوداد والسان داونز والرجاء المغربي وغيرهم من أندية أفريقي الفوارق دائت قوي وقربت قوي ومحتاجين ناخد سبرينت ناخد قفزة عملاقة عشان نرجع الأهلي كلنا هذا الكلام يتحمل مسؤوليته جميع عشاء النادي الأهلي مش بس المسؤولين في الإدارة الجمهور ليه دور اللعبة اللي موجودة واللي هيكمل منها ليه دور الجهاز الفني اللي ليه دور وصعب جدا نحكم على سوارش آه طبعا إدارته للمباراة عليها على ما تستفهم كبير جدا لكن أبدا مش ممكن دا يكون معيار للتجربة أو للحكم على تجربة مستر السوارش التي لم تبدأ بعد والتي لم تبدأ بعد نهدى ونبص للي جاي وإن شاء الله بإذن الله القادم بإذن الله إن شاء الله أفضل مفيش أسوأ من اللي إحنا عدنا منه ده وبإذن الله قادرين نرجع أحسن من الأول الأهلي كبير والكبير يمرد ولا يموت النهاردة هيكون ضفنا المحبوبة